كلمة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على بركة الله نفتتح أعمال دور الإنعقاد الثالث للمجلس الوطني في فصله السادس إذانا بمرحلة جديدة من الحياة البرلمانية التي يعمل مجلسكم الموقر على رعاية عرافها وتقاليدها الدستورية وتطوير مسيرتها التشريعي ضمن أفق مفتوح لكل ما يتم التوافق عليه ويؤمن مستقبل البلاد ونهوضها الحضاري وها نحن ومنذ انطلاقة العهد قبل خمسة وعشرين عاما نلتزم بما نظرنا النفس بالعمل بمقتضاه وكما أجمعت عليه إرادتنا المشتركة لصون مصالحنا الوطنية العليا في دولة المؤسسات والقانون التي نفخر اليوم بمعمارها التنموية المتجدد وبمجتمعها المتآلف والتواق للمزيد من التقدم ويطيب لنا في هذا المقام أن نثني على الجهود الدؤوبة لفريق العمل الحكومي بقيادة ولي عهدنا الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليف حفظه الله وبارك في مسعاه الذي يسجل بصماته المؤثرة في ميادين الخدمة العامة بانتهات أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية ولضمان أجود الخدمات الحكومية ونؤكد في هذا السياق على أهمية استكمال الخطط المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تشهد نتائجها تطورا ملحوظا وتعكسه مؤشرات الأداء والتنافسية وطنيا ودوليا ونوجه هنا لتسريع العمل على نسختها القادمة للعام 2050 لتشمل تصورا متجددا لمستقبل بلادنا وأجيالنا للحفاظ على موقعها المتقدم كدولة ذات نهضة عصرية تلتزم بقيام شريعتها الإسلامية وبكل ما يوثق روابطها القومية ويحصن هويتها الوطنية كعنصر أصيل للتنمية الشاملة والتربية الوطنية المبكرة ومن منطلق اهتمامنا الكبير بهذه الأولوية الوطنية فأننا نوجه الجهات المختصة بتنفيذ دراسة متكاملة لقياس جاهزيتنا في تأصيل الهوية البحرينية لضمان اقتباس كافة عناصرها أينما توجهنا وبما يمكننا من ضبط التوازن بين متطلبات الانفتاح والتجديد وبين اشتراطات حماية أمننا الوطني في صيقتها المتكاملة وخصوصا ما تعلق بأمن ثرواتنا الطبيعية وسبل استثمارها لتأمين المستقبل المستدام بخيراته ويطيب لنا على هذا الصعيد أن نعرب عن ارتياحنا للجهد المبذول لرفع مستويات الأمن القذائي والثروات الطبيعية وفي توظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي ونوجه هنا إلى تكثيف برامجه في القطاعات الحيوية وفق النظم والمعايير اللازمة للارتقاء بعلومه ومعارفه ولتنمية عوائده لتعود بالخير والرفاء على الجميع كما نبارك كل ما يفذل على صعيد تواصل بنائنا الحضاري المتسلح بعزيمة وطنية طلبة تجسدها قواتنا العاملة سواء في الخدمة المدنية ليقدموا أفضل أشكال البذل والعطاء أو على ساحات الخدمة العسكرية ليخطو أروع صور التضحية والشهامة فهم عيوننا الساهرة في الذوت عن الوطن وحماية مكتسبات ولا يفوتنا كذلك بأن نشيد بالإنجازات الرياضية الأخيرة والمتمثلة في حصول مملكة البحرين على عدد غير مسبوق من الميداليات الأولمبية فشكرا لهم جميعا والتحيا بهم بحريننا القالية الأخوة والأخوان تلتزم مملكة البحرين بكل ما يملي عليها واجب التضامن والتعاون لنصرة القضايا العربية وبالسعي الجاد والحثيث من أجل خير الإنسانية وتقارب مجتمعاتها تحقيقا للسلام العالمي الذي يجب استعادته في مثل هذه الأوقات الصعبة ولقد أكدنا مرارا على وجوب الوقوف الفوري للحرب في قطاع قدزة وباستئناف كافة المساعد الدبلوماسية للأخذ بالحلول السلمية وصولا لتحقيق السلام العادل والشامل والقائم على حل الدولتين وفق القرارات والمبادرات التاريخية التي يجب الإيفاء بها وبالتالي فأن فضل الاشتباك أصبح ضرورة قصوى بعد أن طالت نيران الحرب الدائرة أراضي لبنان الشقيقة وعلى أطراف النزاع التنبه لخطورة الإنجرار لحرب شاملة لن تحمد عقباها ونجدد على هذا الصعيد دعوة مملكة البحرين التي تبناها الاجتماع الأخير للقمة العربية لعقب مؤتمر أو اجتماع موسع وعاجل يعيد الأمل في تحقيق السلام المنشود وفي ظل هذه الظروف الإقليمية الصعبة فأننا نحمد الله على وحدة وتلاحم مجتمعنا البحريني الأصيل وبما يتمتع به من وعي وطني مسؤول يجعله أكثر تماسكاً وإصراراً على تعزيز سلامته الوطنية وليزداد قوة ومنعة مهما اشتدت حوله المخاطر وأننا لننظر بعين الثقة والتغدير لدور السلطة التشريعية في سن وتطوير التشريعات اللازمة والمجسدة لقيم الوحدة والعدالة وللحفاظ على ثبات مسيرة التنمية الشاملة بإنجازاتها المضيئة ليتم توارثها جيلاً بعد جي وختاماً ستبقى البحرين وكما هو العهد بيها عوناً وسنداً لأشقائها وأصدقائها وستظل نموذجاً متحضراً في حفظ الحقوق وحماية الحريات بعون المولى عز وجل وبفضل الروح الوثابة لأبناءه وبناته في تأدية واجباتهم الوطنية كما تبقى راية الوطن خفاقة على ساحة المجل والرفعة والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر